اشتركوا في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة تجمعوا فيهم الوليدات ولكن للأسف بعض المرات يمكنك الوليد كلها صيبان او قمل او قمل اليوم احسن وصفة لعلاج القمل في مدواجي 40 دقيقة قل من ساعة عجلية القمل او القمل تصفي الجلده القشرة او القشرة او القمل فهذا الوصفة تعالج القمل القشرة تعالج كل شي القمل القشرة او القشرة او القشرة او حبوب صغرين او حمرين او مقيحين او القشرة او القشرة او القشرة او القشرة تمنinka تمنjor تعالج او القشرة يصوج او القشرة اضursed اطفال ايجاب Samsung فهنا او القشرة Gus او قنا praised او القشرة ابنها او قل تبعوني ايش لا تقول فيك مثلا اغيقوش غملات يجعلونهم يمشون راسهم او لا يمشون لانهم يتخذوا على الفروط الراس وبالتالي يزيدون التكاترون ويتوالدون وتعايشون في هذا الشعر وللأسف لا يمشون نهائيا الا لا تدري شيء وصفة كان بعض البنات يقولون ان يقومون نديرو الكريمات او نديرو بعض المنتوجات التي يتبعوه جاهزين فالبنات انا منتحكم بالتشي منتوج اللي سنحكم بلوصفة الطبيعية بلدنا كثير اعشابنا كثيرا ومتعدده وكتعاجلنا الامراض وكتعاجلنا المشاكين والمستوى الجسم والعلم والشعر فاللي سنتمنى هو تنوضي تضرب اليها للم والتي وصفة تبارك الله لعلاج القمل وقبل كل شي لا تنسونا من واحد اللايك فالله يسجم لكم فضل اللايك يزيد الفيديو يتفاعل ويزيد يستفدون منه اهم حاجة عندنا هو الاستفادة اي وحدك ادخلت فيديو تستفد سواء غير بالقليل اشتركوا فلاشان مرحبا بكم اول حاجة سناخذ دولي بران هنا لدي الحجم الصغير دولي بران 15 درهم اي 300 ريال مغربية هنا تقريبا 1.5 دولي بران 20 دولي بران سوف اضغط issimo سكخة 1 الليل نت Lu Picin عمiqué دولي بران علينا Спасибо هذا البنات بـ 600 دريال 16 حبه كل حبه يحبه 16 حبه هذا البنات بـ 600 8 بـ 300 دريال هذا المكوين الأساسي في الصورة المصغرة و المكوينات التانوية ستحتاج معي سابو البلدي هنا يوجد سابو البلدي سأجيب منه كثير لأنه قوماجات نقشر بي لقوغ ديالي نقوم بي لوسخ سوف نصورها لكم الحمد لله خدمتها و أنتظروا لكم سوف تصورت لكم الوسخ يتبقى لي فاعدين يجب أن تصدقوا الوسخ لتصدقوا الوسخ المهم هي سابو البلدي لديك الخل هذا الخل هذا المائدة الملون عادي الذي نأخذه في أي بلاسة ونتخذي معي ملحة الملحة أما تقولين ملحة الملحة الميتة هذا ملحة عادي في الماكلة هذا هو الملح الذي نستخدم هذا الملح سنحتاجه كمية من الملح كمية من السابو البلدي كمية من بخاند باودر كمية من الخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كمية الخل شو شكرا اكثر اختيار اي نوع الاخل نحتاج الملحة نضيف معلقة إذا لديك شعر بنتك طويل و كثيف كمية ضاع فيها معلقة و معلقة يجب معلقة 3-6 معلقة معلقة الملحة ملح البحر الميت هذا ملح عادي بالنسبة للملح يترد شيئا مميزة القمل و يعالج القشرة يجب معلقة و يترد مخلات المدار و لا تجربات مدار و ترجع ليه في كماندر سأضع السابول سأضع السابول سأضع السابول سأضع السابول سأضع السابول و يترد أي بكتيريا و يأضع الغباء بشكل نهائي نوعها صابون بلدي صابون بلدي صابون بلدي ميزاني تدريجيا تجمع الملحة وضر اما في خلط الكهربائي اما يأخذ المهرز وضقيه نفس النتيجة مع القضية الصابون بلدي سنزيد مع القام ملوء صابون بلدي ونجمع صابون بلدي تستخدم الوصفة ممكن تستخدمها عاقدة وممكن تستخدمها سائلة على حسب الرغبة لا تكون سائلة كل مرة نستخدمها سائلة لان نصفها ستطلق شعر طويل لدينا كمية كثيرة لدينا وصفة عاقدة لدينا وصفة 5 وصفة 5 صابודה تستخدمها وصفة 3 مدري Exactly وكثيرا تستخدمها الوصفة اميئة تستخدمها تعالي قادية تستخدم الوصفة تستخدمها ليدك لنساء الرجال اي لجنسين معاً مثلاً احتى الزوج ديالك اللي لقيت فيه مثلاً شي قملة او لا لقى هوا بوحدته وعرف فيه القمل يعني تعادى من شي حد خر في الخدمة في بزر ديال البيت كما كان قوله خصوصاً التجموات ف يحاولي يدير هاد الوصفة هاديرا للنساء والرجال ووراها بسيطة ورخيصة بلما يبقى مشي شري كريمات او منتوجات لكل مرة و ساعة ساعة تنفقى اليهم 50 درام 30 درام باش تجيب الكريم وشي حاجة طبيعي يعني كتخدم الناتوغ على يديك ما شيش حاجة ليه بخود وشي ميك ولا فيها منتوجات كيماوية المهم البنات بنسبة لصابو البلديرها بعدها مغدى للشعر وكيرتب الزغبة كرجعها نعمة وحريرية وملصف حالاً عمل لها السوشورت بارك الله يعني صابو البلديرها ماشي غير زوين وانما اكتر من ذلك زي انه كيترد شي حاجة سميسها القمل او لا القمل او لا الصيبان كل واحد شنو كيقول لي بموية البنات خليوا لينا في الدول العربية شنو كتقولوا اللقم اللي كيكون في الشعر لكم شفتوا الفيديوهات اللي خليك لكم شنو كتقولوا لي في التعليقات خليوا علينا البنات في الكومنتر او مرحبا بكم وبالنسبة للطريقة ديال التطبيق و بصلنا لي هادابا كما قلت لي كتاخدي مشيطة كتفرقي الشعيات البنيسة ديالك كل الوليات ديالك على جوج بشاكد تخدمي الشعر مزيان و كتبداي كتوضعي الوصفة او تطبقيها على النصف الاول و من بعد تكملي النصف الثاني ولا شاكد تليك شي حاجة حاولي تاخدي الشعر على شكل الشفنجة الفوق و تتعمري دوكل بلايس جناب يعني مقدمة جناب حدا الودنين كل شي كل شي و من بعد تدير واحد السلوفان ولا واحد النيلون و تخليلي ايه القمل كي يخرج من الشعر و كي يهيج و كيموت ولله الحمد يعني هكذا كتشوفي القمل كي يخرج و كيموت هنا طريقة تانية البنات هي الصيبان كتاخدي الوصفة ديالها الشعير البنيسة ديالك و الوليات ديالك تحاولي ديال واحد الزيف قدامك تقريبا كتخليها حتى تنشف واحد العشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة كتاخدي مشطة و كتبداي تمشطي الشعر ديالك و كتطلح ديالك القمل كله كي يزلك من شعرك الزيف او للمشطة تقريبا كتاخدي المستجوش للمرات كي يهبضك القمل في الزيف و بعد عودة مشطة و نفس الطريقة تكملي الشعر ديالك كتبداي المشطة با فيها تقملة عاد كتتعرفي ان القمل صافير كله جبته في الزيف خاصة تغسلي مباشرة شعير ديالك في الدوش مزيان 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 و 1-3 مرات و 4 مرات بالشامبو تطلح و قمت بتعدي المرات اللي هو متعاودي و تعاودي و تعاودي و تعاودي و تعاودي و تعاودي با اننا تكتروا من الطريقة يلأسف تتوالد و فالأسف سيكون بالتوقع كتبداي للكتوالد و غادي يبقا فيك نظاهر و لله الحمد قد تشعير للمطاق و التعود ، فمشطة لك العنزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة